طبعا على ذكر هذا الأمر دكتور وليد يعني حينما يقوم شخص يمني بأداء عمره عن الملكة ليزابيس الثانية ويقوم برفع لفتا داخل حرم المكي بهذا الأمر والسلطات السعودية على الفور قامت بإلقاء القبض عليه بماذا تعلق؟ أولا أحيي السلطات السعودية التي قامت بالقبض عليه هذه المسألة لا تدخل فيها الحرية مسألة لا تدخل فيها الحرية يعني عندما أقول يحرم شرعا إهداء العمره لإليزابيس ليس كرهم بها مثلا طبعا أنا لا أحبه والأقراء لا يتهمني بشيء لكن ليست بمسألة كره أو حبل إنما هذا الأمر لا يعنيها هذا الأمر لا يعنيها لا يخصها ربما هذا سيهدي لها ختمة قراء ربما سيصلي نيابة أنهاركعتين هذا الأمر لا يعنيها هي ليست من ديننا ولا يصلها شيء من هذا الثواب وهي لو كانت حية لاحظوا إلى أي درجة وصلت الدناء ووصلت الانحطاط في القدر أقول لهذا اليماني لو كان فيها المراحية هل ترضى بأن أنت تهدي إلىها عمره أنا متأكد بأنها سترفض أو على الأقل لا تهتم ولا تدري إن كان إنسان سيف على هذا الأمر أنا متأكد بأنه لا تهتم من بأسهر أنا متأكد بأنه ربما سترفض